بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس ممنوع الخروج عن التركيز أو ممنوع الخروج عن التركيز هذا هو عنوان هذه الحلقة هناك البعض أو بعض من لا يشجع النادي الأهلي بيحاول أن يضرب استقرار النادي الأهلي خلال الفترة السابقة أتكلم على الاستقرار اللي عايشه النادي الأهلي خلال الفترة السابقة منذ أن تولى ريكاردو سوارش الإدارة الفنية في النادي الأهلي فدلوقتي الناس شايفة أن النادي الأهلي رايح في اتجاه الاستقرار ورايح في اتجاه الأمور الجيدة وبالتالي الكل ينظر إلى خبط في النادي الأهلي علشان يحصل أي حاجة خبط في العيبة النادي الأهلي وفي المدير الفني ويعمل كذا ويعمل كذا علشان الناس تفقد تركيزها في مسندة ودعم هؤلاء اللاعبين الذين يستحقوا كل الدعم من جمهور النادي الاهلي في مباراة بكرة مش في مباراة بكرة بس ولكن في الفترة القادمة إن شاء الله لغاية 30-8 اللي هي المباراة الأخيرة اللي هتتلاح في هذا الموسم الطويل جدا 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 لكن كل تركيزنا على الدعم والمسندة للنادي الاهلي ولاعبي وجهازه الفني قبل كل مطش مهم وقبل كل بطولة بيلعب عليها النادي الاهلي بنقول نفس الكلام لأنه ده مبدأ داخل النادي الاهلي مهما كان الجمهور عنده تحفظات على أداء أو نتائج سلبية أو نتائج مش مناسبة لإسمه ومكانة الاهلي ولاعبي وجماهيره لكن في الوقت ده بالذات بقالنا أربعة ايام وأنا كنت سعيد جدا 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 مباراة منتهى السعادة اللي في الدنيا أن أنت تسمع أن أنا شفت الحقيقة يمكن البعض من حضراتكم ما شافش أو كتير من حضراتكم ما شافش شكل علي معلول مباراة ولا أول مباراة شكل بقية اللاعبين أمباراة أو أول مباراة لما شافوا الدعم الجماهيري والمسندة الجماهيرية الكبيرة جدا جدا لكل لعب داخل النادي الاهلي لكل لعب يرتدي في نلة النادي الاهلي لكل لعب يرتدي أو يعرف يعني إيه شعار النادي الاهلي فكل على مدار هذا الأسبوع كل يوم كنا بنزيع لحضراتكم أربع أو خمس تقارير عن اللاعبين النجوم عملوا إيه كل اللاعبين احنا بنحاول على قد ما نقدر نجيب لكل اللاعبين حتى في الفواصل اللي بين البرامج بنجيب تقارير لللاعبين عايزين نقول لهم إن احنا معاكم إن احنا في ظهركوا كجمهور إن احنا في ظهركوا كخناة إن احنا في ظهركوا كإعلام وقفين وراكم وحنفضل مسندة كبيرة جدا جدا خلال الفترة اللي جاية علشان إن شاء الله ربنا يكرمنا ببتولة بكرة إن شاء الله ربنا يكرمنا بيها وبعد كده كمان ننظر لما هو قادر